وإلى الأراضي الليبية حيث أعلنت حكومة الوفاق الوطنية الليبية برئاسة فايز السراج اليوم بدأ عملية عسكرية أطلق عليها اسم عاصفة الوطن لاستهداف فلول تنظيم داعش الإرهابي من المدن الليبية التي ما يزال يحتفظ بوجود محدود بها خاصة في غرب ووسط البلاد وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد أسلاك في مؤتمر صحفي أن العملية تأتي في إطار الحرص والحفاظ على أمن البلاد والقضاء نهائيا على جميع البؤر الإرهابية ومتابعة فلول الجماعات الإرهابية